خليني هنا يعني اقول حاجة مهم جزء دايما يا سادة كرام يعني انا برضو عايز انه حكومتنا الرائعة والمحترمة والمقدرة من شخصي المتوضع ما تخدوش الموضوع اللي احنا بنقوله انا ولا اي حد من زملائي في الصحافة في التلفزيون في الراديو باعتباره انه هجوم هو ما هواش هجوم فرق طبعا ضخم ما بين النقد لاجل اصلاح او لاجل الاضاءة بشكل عام وفي فرق ما بين النوع الهجوم مش بهجمك انا عايز افهم شغلتي افهم عشان فاهم الناس هقولك من ضمن الحاجات التي تأخذ دائما من وجهة نظري انا بس لوحدي كده بطولي واعوز بالله من كلمة انا شخص مطوضع جدا اوي خالص انا اقل الناس يا عم من الهوثة اللي بتحصل ان المعلومة مش موجودة يعني ان دلوقتي بسأل يا جماع هل في اتفاق واضح بيقول ان احنا بنحافظ على الناس وحقوقهم وا 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 فستمتشار الحقيقة مشكوران قال لي هنعرف التفاصيل وهنقول من هنا لحد ما نعرف التفاصيل ونقول يطلع واحد زي الوغد محمد ناصر ولنا الوغد اليو oggi بيكلم ديه بصدي لك تشك تشك ده اسمه ايه الواد اللي هو كان بيشتغل دكتورة والله عظيم بنسى اسمه المهم يعني سيبك من القصة دي شوية رجوزات الاخوان هيطلعوا يعملوا ايه ايوة وهيقعدوا يسخنوا الناس عالفاضي وعالمليان بس هو فعلا مفيش مليان هيسخنوا الناس عالفاضي يبقى ايه الواحد بيلاحظه على الحكومة او تقدر تقول يأخذه على الحكومة انه لو سمحته خليكوا استباقيين يعني انا احب ان انا اشوف بيان واضح كلمة واضحة تقول ان يا جماعة هذه الشراكة اللي ما بيننا وما بين القطاع الخاص مش معناها ان الناس هتمشي ولا ان الناس هتتشرد ولا ان الناس هتعود في بيوتها ولا كلام من ده خالص لا انا لازم نوضح لكم ان هناك بنود في التعاقد ما بيننا وما بين المستثمر الاستراتيجي سواء اذا كان مصريا عربيا اجنبيا ان هناك حفاظ كامل بشكل تام على حقوق العامليين والموظفين في المنشآت اللي بيحصل منها تخارج واللي بتحصل عليها شراكات وانه الهدف هو رفع الكفاءة مش انه احنا نسرح الناس بالتعبير النصي كده يا سلام كده الناس تمام حطت على قلبها يعني يقول لك ايه حط ببطنك بطيخ خصيفي خلاص مش حد الآن انا اشتغلت في شركة معالي اشتغلت اقولك حاجة انا اشتغلت زمان في شركة من الشركات شركات الاتصالات الشهيرة الكبيرة وتعلمت فيها كتير يعني هذه الشركة لما بدأت كان ترخصها وتعاقدها كلام ده كنا سنة 98 انه هي اللي هتتولى مهمة الاتصالات اللي هي سلكية اتصالات المحمول تحديدا بدلا من الدولة تعالف اتصالات المحمول في مصر بدأت الاول الدولة نفسها وزارة الاتصالات نفسها بس خد بالك بقى لما الشركة الاستثمارية الكبيرة دي اتعملت ما ماشتش الناس بالعكس ده كان لازم يبقى فيه من الناس الادام اللي اشتغلوا جوه وزارة الاتصالات وزي ما كنا نقول كده الناس اللي اشتغلت في سنتران رمسيس باعتبر انه كان المركز الرئيسي لخدمات التليفون المحمول انذاك يعني في الفترة بتاعت سبعة وتسعين وتمانية وتسعين اظن احنا كنا بدأنا الخدمة دي في مصر ستة وتسعين سبعة وتسعين حاجة كده ازام اللي واحد الزهنه برضو ما بقاش دقيق مية في المية في التواريخ بتاعت امتى مهم ف مفيش حد ميش يبقى بالعكس كنا محتاجين جدا خبرات الناس الاوادم دول وفضلوا معانا ولزالوا موجودين في هذه الشركة حتى هذه اللحظة يعني ان ليه يا صديق عزيز جدا موجود من زمان من اما كاتب عوضات الاتصالات وحتى هذه اللحظة وهاشاركة بقى خلاص بقى كمان بقى الدولية يعني هشام البجوري صاحبي الحد دلوقتي بنتكلم من هو طيب اذا انا محتاج ابن الدولة تقول لنا بوضوح يا جماعة فيش حاجة وبالتالي تقفل الباب قدام اي صيدة في المية العكرة اي صيدة في المية العكرة فيش حد هيعرف يا استاذ خالص دي المشكلة بتاعة الحكومة عندنا او جزء من المشاكل قد لا تكون مشكلة كبرى لكنها تتسبب في مشاكل وكثيرة ومتفرعة وتعمل لنا هوسة وتعمل لنا دوشة وبعد كده نرجع نعمل ايه بقى اللي بيحصل اه طيب يبقى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بعد ان تابع مع الوزارة المعنية فاجابوا بانها شائعة لأساس لها من الصحة وانه مرفوضة جملة وتفصيل انا مش عايز كده انا عايز من البداية اقفل الباب انا مش عايز اطلع اكذب انا عايز تبقى الموضوع زي ما قولك كده على مية بيضة واضح نبقى شلنا على دماغنا ايه الهوسة اشتركوا في القناة